ولأن المتغيرات العراقية لا تقتصر على تحديات السياسة والانتخابات أكد مدير عام شركة الصناعات الحربية في العراق المهندس علي محسن خدير خضوع منتجات الشركة لمعايير الجودة العالمية وبأيدي محلية ذات خبرة عالية دعيا في الوقت ذاته كافة المؤسسات الأمنية في البلاد لاقتناء منتجات الشركة دعما للمنتوج الوطنية منتجات شركة الصناعات الحربية كثيرة جدا على الصعيد العسكري الذخيرة الخفيفة بمختلف نواحة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أيضا بدين بيها قنابر الهاون السيارات الكهربائية السباك الحديد خراطيش الصيد ومشاريع كثيرة أخرى الطائرات المسيرة أيضا ومشاريع كثيرة أخرى قيد الإنجاز إن شاء الله قبل نهاية السنة تكون منجزة بإذن الله خدمة تخدم قوات المسلحة مختلف المجالات ماذا تقولون في دعم المنتوج الوطني وشعار صنعة في العراق وما هي رسالتكم للجهاد المعنية في شراء منتجاتكم على وجه التحديد؟ نتمنى على الوزارات الأمنية بمختلف صنوفة أن تتقبل وتشتري منتجاتنا حقيقة المنتجات تخدمهم هم والحمد لله دللاقي طلبات كثيرة من بعض الوزارات الأمنية والجهات الأمنية ونتمنى من أخوتنا البقية في وزارة الدفاع أيضا تلتفت إلى هيئتنا هيئة التصنيع العسكري والحرب العفوة وخصوصا أن الهيئة مدعومة دعم متواصل من دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاعر السوداني ومتابعه مستمر من معالي رئيس هيئة التصنيع الحرب المهندس مصطفى عارتي حسين سؤال أخير ما هي مشارككم المستقبلية على سعيد الشركة هناك خطة خمسية أعدت لهذا العمل لدينا مشاريع تخدم قواتنا المسلحة ولدينا مشاريع مدنية كثيرة إن شاء الله في القريب العاجل تطهر لسا أحبا بإذن الله شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا شكرا